طبعا كلنا عارفين ان الشعار من اهم الحاجات اللي بتحدد هوية الشركات او الافراد وهي ممكن تكون حاجة بسيطة جدا لكن هي بتدي انتباهة عن الحاجة اللي انت بتقدمها ومن خلال اللوجو او الشعار انت بتقدر تحدد عميلك المستهدف سواء بقى عمره او الفئة اللي هو بنتمي لها سواء هو محلي او عالمي يعني لو احتعمل اللوجو باللغة العربية فانت محدد الفئة اللي انت عايزها كل ده من خلال الالوان وشكل اللوجو نفسه فانا قررت ان انا نعمل لوجو النفسي يكون بيعبر عن المحتوى لانا بقدمه بس بالزكاية الاصطناعية وطبعا كلنا عارفين ان مشكلة بالزكاية الاصطناعية بتكون في اللغة فالنهاردة هقولك على موقع هو مخصص بس للوطن العربي اسمه عربي اي 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 كنت استخدمته قبل كده لكن هما كل يوم بيتوروا فيه اكتر واكتر فخلينا ناخد جولة سريعة في الموقع وبعد كده نشوف ازاي نقدر نعمل لوجو احترافي بالزكاية الاصطناعية انا خالد نور ومن غير كلام كتير يلا بينا ندخل في الفيديو طبعا عربي اي 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 هو فيه خدمات كتير جدا بالزكاية الاصطناعية لكن اهمها هو عربي جي بي تي اللي تقدر طبعا يكتب لك قصة تقدر يكتب لك محتوى تقدر تسأله على اي حاجة ويجاوبك عليها وطبعا الميزة فيه ان كل حاجة انت بتكتبها باللغة العربية غير كمان قسم ادوات الكتابة ولي بيساعدك ان هو يكتب لك مقالات او يلخص لك نص او يكتب لك محتوى او يكتب لك سي في لو انت عايز تقدم على وظيفة غير ان هو يقدر يكتب لك محتوى للشركات يعني مثلا عندك منتج يقدر يكتب لك الوصف بتاعه لو بتشتغل في العكارات ممكن يكتب لك وصف مخصوص للعكارات لو عايز تقدم على مенного وظيفة يقدر يكتب لك وصف للوظيفة ان لو عندك شركة عايز تكتب لها رؤية تقدر تدخله بيانات الشركة نفسها وهو يكتب لك رؤية للشركة بالزكاء الاصطنعي أفكار جديدة للمنتجات طبعا حاجات كتير جدا طبعا لو أنت شغال على سوشال ميديا فيقدر يطلع لك الكلمات المفتحية ان احنا بنقد ندور عليها كتير جدا من خلال موقع عربي لو بتعمل أعلان يقدر يكتب لك وصف الأعلان عنوان الأعلان أعلانات للفيسبوك أعلانات لجوجل أعلانات للينكد إن وممكن يتعلق لك افكار للاعلانات اصلا لو انت ما عندكش فكرة فلو راحنا لادوات الميديا فيه برضو اكتر من خدمة تقدر تستفيد بها يعني مسلا جزء الصور ده فيه خدمات كتير جدا ان انت عايز تحسن الصورة بتاعتك تحول النص الصورة يعني احنا تعمل صور بالزكاة الاصطناعي برضو ان انت هتعمل شعار زي ما انا هنعمل دلوقتي ازالت الخلفية تروين الصورة لو عندك صورة قديمة يقدر يلونها لك عايز استعمل بار كود خاص بيك عايز الصورة عندك صغيرة فعايز تكبرها بحيث الكوالتية بتاعة هيكون عالي غير الصوت غير الفيديو الفيديو برضو فيه خدمات كتير جدا انت احفى ان انت هتقدر تخلي الصورة بتاعتك تتحول لفيديو ان انت تشيل خلفية ممكن تكتب كلام هو يحوله لك لفيديو طبعا خدمات كتير جدا بيقدمها المواقع ده لاجن خلينا على طول نروح للشعار ازاي نعمل شعار بالزكاة الاصطناعي كل عليك ان انت هتكتب موصفات الشعار بتاعتك وتختار شوية تفاصيل ويطلع عندك الشعار بتاعك فخلينا نجرب كده تجربة فانا قلتول عايز اللوجو باسم خالد نور محتوى المونتاج والالوان بتاعتي عايزها تبقى احمر واسود واللوجو يبقى عبارة عن جزئين جزء فيه كاميرا وجزء فيه علامة الفيديو وهختار تفاصيل اللوجو اللي انا عايزه فخلينا نجرب ان هو يكون لوجو بسيط يكون صناي الابعاد بحيس ان هو يكون حاجة سيمبل والاسلوب بتاعي يخليه فيكتور وهارجع تاني وادوس انشاء طبعا في سويني بسيطة جدا طلعلي اربع اختيارات والالالاربعه احسن من بعض وبصراحة لو انا فكرت ان انا اعمل الصور دي على او فوتوشوب ممكن اخو فيهم ساعة فبصراحة شكل حلو جدا يعني الشكل ده عجبني والشكل ده برضو عجبني فبكل بساطة اللوجو اللي هيعجبك تقدر تعمل ليه تنزيل وطبعا ده ممكن بدل فيكتور دي ممكن نخلي الموقع يكتب لنا سلوجن بس خلينا نجرب حاجة تانية هغير شوية في الكلام اللي انا كتبته وهقول عايز لوجو باسم خلد نور يكون برضو محتوى مونتاج والالوان تكون مختلفة فههقطار الازرق والاسود يكون مزيج بين جزئين مقص وشريط الافلام ونكتف مع سلوجن ميك يور فيديو وهصعب الموضوع اكتر وخليه بقى مفصل يعني فيه تفاصيل كتير وخليه سري دي سلاسي الابعاد وممكن نخليه وحروح على طول على انشاء واو بصراحة بصراحة جامل جدا يعني متوقعتش خالص خالص النتيجة دي لكن بجد هاي الاوي هاي الاوي اوي يعني ده حلو جدا طبعا ده انا لو فضلت لو فكرت اصلا انا عامله على فوتشوب برضو حياخد مني ممكن اكتر من ساعتين عشان اطلع على الاربع اختيارات دي يعني حتى الاسلوجن برضو مكتوب مكتوب ده برضو حلو جدا ده هاي برضو انا هاجبني جدا الاربعا بصراحة نتيجة منزهلة بالنسبالي فانا هاتر ان انا نزل الاربع اختيارات عشان بصراحة الاربعا عاجبني وحتى الالوان هنا الالوان تحفة قوي درجة الازرق هايلا وهنا برضو على الخلفاء البيض برضو هايلا جدا خلينا برضو نجرب تجربة تانية وعشان تقدر تستخدم موقع واحد فيه كل خدمات الزكاة الاصطناعية هسيب لك لينك الموقع في وصف الفيديو عشان تقدر تشترك وتشتغل وتكسب من الزكاة الاصطناعية فخلينا جرب حاجة تانية لو قلت له عايز لوجو باسم خالد نور محتوى برضو المونتاج والوان تبه مختلفة شوية خليه مرادة برتقالي واسود ومزيج بين جزئين برضو رأس روبوت وجواها شراية افلام وعلامات الفيديو مع عدسة كاميرا برضو نفس الاسلوجن خليه ميك يور مش عافوا ليه طبعا اللوجو ده بايز الاسم بتاعه بايز جدا ده من نجار اسم خالص لكن الاتنين دول بجد هيلين 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 طبعا ده ده وده برضو ده اكيد نتيجة طبعا طفة جدا من نفس الكلام برضو هقوله لو حاولت ان انا اعمل اللوجو ده على الفوتشوب او هاخد مني مجهود وقت كبير جدا مجهود ذهني ومجهود اه ووقت كبير لكن فاقل من ده بجد انت بيت عندك اللوجو بتاعك طبعا تقدر تستفيدوا الوضع ده كتير جدا ان انت برضو تقدر تشتغل على المواقع تقدر يعني تقدر تعمل اللوجوهات دي واتبيعها تقدر برضو تعدل عليها زي ما انت عايز يعني تقدر تشتغل بها وامش عافوا ليه النتيجة هيلة جدا وطبعا لو النتيجة دي مش عد باك تقدر تعمل المزيد من هذا يعني يديك اربع اختيارات تانين لحد ما تختار اللوجو اللي هيجابك وخلينا نجرب كده اخر اختيار اللي هو تصميم بالاحرف لو خليت اللوجو بتاعي يبقى بالاسم بس نقول الالوان تكون ازرق او اسود اه نشيل برضو الكاميرا دي والسلوجان او ممكن نشيل لي السلوجان اي خلي بس اللوجو يكون بالاسم ونشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي اعتقد اللوجو ده حلو جدا جدا لكن لو غيرت الطيارة دي مثلا خليتها تبقى كاميرا اعتقد هيكون لوجو مناسب اوي اوي بالزات لو استخدمته لقناة اليوتيوب بحيس يكون اسم خلب نور ده موجود ده بصراحة اكتر حاجة عجبتني بدول طبعا لو دخلت بيانات اكتر وبيانات احسن هيطلق التفاصيل اكتر من كده بكتير اعتقد الموقع هنستخدمه اكتر من مرة لان الموقع بجد فيه خدمات كتير جدا اه عايزين نتجربها واحدة واحدة وننفهم الخدمات دي عبارة عن ايه لان ما اعتقدش ان في موقع باللغة العربية في كل الخدمات دي لان زي ما قلنا في الاول ان اغلب موقع الزكاية الاسطناعية المشكلة فيها انها كلها باللغة الانجليزية فهتطر اما الانجليزي بتاعك لو مش كويس هتستخدم جوجل ترانسليشن لكن هنا انت بتكتب اللي انت عايزه براحتك ويطلع لك النتيجة اللي انت عايزها فلو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل الاشتراك في القناة وتفعل جرسة لتنبيهات عشان اوصل لك كل الفيهات الجديدة تبلي رائج بعد ما اتجرب موقع عربي اي اي في الكومنتار واشوفك في فيديو جديد كان معاكم خالد نور سلام